هذه الصلاة نقلت على أثير راديو مريم موسيقى 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 رب العالمي بسم الله بني ابن الروح القدس الإله الواحد مبارك الله لا بالقدير آه آمين مبارك الابن الوحيد يسوع المسيح ربنا آه آمين مبارك الروح القدس المعازي آه آمين مبارك الاب الكدس مبارك الابن الكدس مبارك الروح القدس الإله الواحد آمين سبحوا الرب يا جميع الأمام وامدحوا يا جميع الشعوب لأن رحمته قد عظمت علينا وصدك الرب يا دوم إلى الآبد آمين اللي لحظمت علينا مبارك الروح القدس الإله الواحد 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 السلام لجميعكم ولروحك أيضا يا الله الرحيم وهب الخيرات أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع الماسيع نشكرك في كل حال لأنك سطرتنا وسعدتنا وحفظتنا واشفقت علينا واتيت بنا إلى ذي الساعة من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البقاشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا في سلامه بمخافتك باركنا وبارك شعبك وبارك هذه القرابين أبعد عنا كل تقربة وكل شر وارزقنا كل خير بنعمة ربنا يسوع المسيح اشتركوا في القناة أيها السيدة رب يسوع المسيح لابن الوحيد كلمة الله الآب الذي غفر كل خطيانا بألامه المخلص المحية الذي نفق في وجه تلميذ والقدسين والرسل الأطهار قائلا لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطيات أغفر له من منعتم عنه الغفران يمنع عنه نسألك يا محب البشر من أجل أنا الخاطئ من أجل إخوتي الشمامسة إخوتي وأخواتي نحن المنحنين أمام مجدك القدوس ارحمنا يا رب واخفر لنا خطيانا التي ارتكبناها بالقول والفكر والفعل والإهمال اغفرها لنا بالسلطان الذي أعطيتها لكنيستك المقدسة الرسل الأطهار القديس ماركوس الإنجيلي أباء المجامع المسكونين والشخص الضعيف باسم السلوس القدوس الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمن ترجمة نانسي قنقر من رسالة معلمنا ماري بوليس إلى أهل أفسوس ببركته علينا أمين أيها البنون أطيعوا ولديكم فيها الرب فإن هذا هو العجل أكرم أباك وأمك هذه هي الوصية الأولى في الموعد ليكون لك خير وتطول أيامك على الأرض أيها الآباء لا تغيذوا أبناءكم بل ربوهم بأذب الرب وفهمه أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلبكم قطاعتكم للرب لا بعين العبودية كمن يردي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله وخادمين بنية صالحة للرب لا للناس عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك ينال من الرب عبدا كان أو حرا وأنتم أيضا أيها السادة اصنعوا إليهم مثل ذلك تاركين التهديد عالمين أن ربكم وربهم هو في السماوات وليس عندهم محاباة وجوه أخيرا يا إخوتي تشددوا في الرب وفي عزه وقوته والبسوا سلاح الله الكامل لتستطيعوا مقاومة حيال إبليس فإن حربنا ليست ضد لح ودم بل ضد الرؤساء ضد السلاطين ضد أولاة عالم الظلمة ضد الأرواح الشريرة في السماويات فلذلك خذوا سلاح الله لتستطيعوا المقاومة في اليوم الشرير فإذا أتممتم كل شيء تثبتون فاذبتوا ومنطقوا أحقائكم بالحق والبسوا درع البر وانعلوا أقضامكم باستعداد إنجيل السلام وفي كل حال خذوا ترسى الإيمان الذي به تستطيعون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهب واتخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله وصلوا بكل صلاة ودعاء كل حين في الروح واصهروا لهذا بكل موظبة وكل دعاء من أجل جميع القديسين نعمة الله الآب تكون مع جميعكم أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة ولروحك أيها السيد رب يسوع المسيح وإلهنا الذي خاطب تلميذ القدسين والرسل الأطار المقارمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتاقوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يعروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب على عينكم لأنها تبصر وليأذانكم لأنها تسمع اجعلنا مستحقين أن نسمع إنجيلك المقدس ونعمل به بصلوات من أجل انتشاري لإنجيل المقدس ونعمل به بصلوات قائلا ونعمل به بصلوات ونعمل به بصلوات كثيرين آممم موسيقى موسيقى من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوق البشير التلميذ الطاهر باركاته موسيقى 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 مع العشرين والخطى فأجاب يسوع وقال لهم لا يحتاج الأصحى إلى طبيب لكن ذو الأصقام فإني لماتي لأضع الصدقين بل الخطى إلى التوبة وقالوا له لماذا تلاميذ يحنى يصنعون أصواما كثيرا وصلوات وكذلك تلاميذ الفرسيين فأما تلاميذك يأكلون ويشربون فقال لهم يسوع هل تقدرون أن تصوموا بني العرس ما دام العريس معهم ولكن ستأتي أيام حين يرتفعوا فيها العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الأيام ثم قال لهم مثلا ليس أحد يشق رقع من ثوب جديد ويجعلها في ثوب بال وإلا فالجديد يشقه والعطيق لا توافقه الرقع التي أخذت من الجديد ولا يجعل أحد خمرا جديدة في زقاق عطيقة لألا تشق الخمر الجديد الزقاق العطيق فطراق والزقاق تتلاف لكن تجعل الخمر الجديد في زقاق جديدتين وما من أحد إذا شرب العطيق يريد الجديد لأنه يقول أن العطيق أطياب حقا والمجدول الله إذا آآآآآآآآ شيء وقام وتبعه مجدا وإكراما إكراما ومجدا للسلوس وكدوس الله الآب والابن والروح القدس تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى الأباد آمين اتبعني كلمة بسيطة جدا لكنها تقلب حياة إنسان 180 درجة هي دي كلمة المسيح كلمة تخترق القلب وتحول حياة الإنسان من ظلمة إلى نور من عشار إلى قديس عظيم يكتب أحد الأنجيل الأربعة ويصبح تلميذ من تلميذ المسيح وهو متة اتبعني دعوة فيها مبادرة من السيد المسيح للإنسان الخاطي للإنسان اللي واقع تحت رحمة الشيطان للإنسان اللي بيحب جمع المال للإنسان الضعيف الزليل تحت الجسد اتبعني اتبعني سكنوا في قصر نيموا على فرش جميل كانوا بيأكلوا كل يوم أحسن أكلوا أحسن شرب اطلاقا تبعوا في حياة شقة جدا ملوش مكان يسند عليه رأسه ملوش مقوى ملوش مكان يباد فيه ممكن يمشوا اليوم كله ما يكلوش حاجة طول النهار فيه اضطهاد فيه ضيقات فيه سلطة يهودية وسلطة رومانية عايزين الراجل ده اللي انت رايح تتبعه فيه ديء طب انت تابعته ليه ايه اللي شفته في عينيه وهو بيقولك اتبعني ايه اللي حرك قلبك خلك تترك الأمور اللي انت كنت فانت مضيع عمرك كله في جمع المال شغلتك عشار تظلم تفتري تحب تكنز القرش على القرش وتحوش وتعمل خزاين اكيد فيه حاجة فيه استعداد موجود في هذا اللاوي في متة محدش يقدر يعرف ويوصل لهذا الاستعداد الا شخص يسوع المسيح يمكن متة نفسه ما كانش عارف انه عنده الاستعداد ده الداخلي لما كان لسه عشار ما كانش يعرف انه هو جوال الاستعداد او الحركة العاطفية تجاه يسوع المسيح لكن المسيح يقدر يكتشف ده في كل واحد فينا وموقف النهاردة يفكرنا بموقف تاني عشار تاني اسمه زكا العشار زكا العشار اللي بيصعد على جميزة شجرة صغيرة كده لانه قصير القامة مش عارف يشوف يسوع كل حلم حياته يلمحه وهو معادي بس يلمحه هتسلق على الشجرة دي كده عشان اشوفه وهو معادي استعداد في استعداد جوه زكا هذا الاستعداد يسوع المسيح يقدره يا زكا اسرع وانزل وينديله باسمه يا زكا كان ممكن يبصله كده عادي ويقول له تعال انزل انزل انا جاي لك البيت النهاردة يا زكا عادة احنا كلنا بنحب لما حد يناديني يناديني باسمي ودي نلاحظها اكتر في طلبة المدارس او الكليات لما دكتور ينادي على طالب باسمه او مدرس ينادي على طالب باسمه يا هتلاقي الطالب كده ايه ده ده عارفني ده حفظ اسمي ده انا مميز عنده غير لما المدرس يقول له تعال يحس فيها اهانة ده ما يعرفنيش لكن يا فلان تعال انعايزك منادات يسوع للشخص باسمه فيها انت مميز عندي انا عارفك انا دعوتك باسمك يزكى اسرع وانزل ده الشخص اللي يكون عنده استعداد لملاقات يسوع يلاقي دايما المبادرة جاية من يسوع هو اللي يبدأ الحوار هو اللي يبدأ الدعوة تعالا اتبعني امشي معايا ونلاقي نتيجة الدعوة دي تصرف من الشخص نفسه بقى اترك كل الامور واتبع يسوع اسيب الفلوس اللي جمعتها واسيب اللي افترة وابتدي امشي وراء يسوع يا رب اللي ظلمته واخدت منه حاجة هردها له مش الضعف اربع اضعاف يا للدرجة دي قلبك اتفتح للدرجة دي شفت الامور الزمنية اللي كانت بالنسبة لك هي دي الدنيا وما فيها شفتها تفه لا قيمة لها نفاية زي ما معلمنا بوليس الرسول بيقول حسبت كل الاشياء نفاية لاربح المسيح كل الفلوس اللي جمعتها والدرائب اللي سرقت فيها كل دي نفاية ما تسويش حاجة في لحظة دخول يسوع المسيح بيتي النهاردة عشان يتعشها معايا ما تسويش حاجة في لحظة وقفة يسوع لي هو بيبصلي بنظرة العطف والحنان ويقول لي اتبعني اتبعني ويصبح الشخص اللي كان خاطئ يدخل مع يسوع المسيح في علاقة تناغم بعد ما كان في علاقة تناغم مع إبليس هو إبليس كان بيقول له الراجل ده مفروض عليه عشرة جنيه خد خمستاشر الراجل ده عليه عشرين خد تلاتين حوش حتشعرف بكرة فيه ايه اكنز والشخص يقول لي إبليس ايه حاضر أنا معاك انت صح في علاقة بدلية تتحول هذه العلاقة وتصبح مع مين يسوع اتبعني حاضر أنا جاي وراك أسرع يزكى وينزل ينزل اليوم هنقص في بيتك يروحوا يتعشوا مع بعض يا رب اللي زلانتوا هعوضوا فيه تبادل ما بقاش في مكان لإبليس بقى فيه حوار قائم ما بين الإنسان والسيد المسيح بين الإنسان والسيد المسيح من هو هذا الإنسان قديس كاهن شماس لا خاطئ من فئة محتقرة من الشعب فئة العشرين عند الشعب اليهودي كده زي الزنا والفصاق وفاعل الاسم فئة منبوزة الناس بتكرههم لكن يسوع المسيح ما يكرههمش يسعى إليهم ويقول لنا كده في هذا الإنجيل اليوم لا يحتاج الأصحاء إلى إيه طبيب بل مرضى ذوي الأصقام العشرين الخطاء الزنا اللي عايشين في حالة عدم وعي روحي المنفصلين عن الله دول بتوعي دول أنا جيت لهم دول أنا جاي النهاردة عشان أتفاعل معاهم عشان أنزع إبليس من حياتهم وأكون أنا مالي كل حياتهم هو ده يسوع المسيح ما يكرهش الخاطئ يكره الخطي لكن ما يكرهش الخاطئ وفيه فرق شاسع بين أني أكره الخطي وأكره الإنسان الخاطئ يسوع المسيح يدين الفعل ولا يدين الشخص بدليل أنه صلب أنه غفر لصالبين للي صلبوه هو أكيد ما كان شراري عن عملية الصلب أنتوا بتعملوا إيه ولكنه كان بيحب الناس دي عشان كده بيطلب لهم الغفراء يا أبتاء اخفر لهم ويالتمستهم العزر لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون فما تقولش لنفسك الشيطان ساعد كده يضحك علينا ويصور لك أن أنت بتعمل تصرفات وخطايا محدش بعملها غيرك محدش بعملها غيرك ده أنت بتعمل وبتسوي معقول ربنا يسمحك معقول ربنا يكون بيحبك أصلا معقول ربنا يوقف معاك بالرغم من كل اللي بتعملوا ده لأن إلهنا بيحب وهيفضل يحب لأن إلهنا إله محبة الله محبة هو المحبة بذاتها هو الحب بعينه هو الفعل نفسه بيحب كنت خاطي بيحب كنت لسه طالع من كرسي الاعتراف بيحب اللي اتنين عليك أنك تستغل هذا الحب أنك تكون شاطر وتستغل هذا الحب أنك تدي له قلبك وتسلم له عقلك وتكون زي النهاردة ماتة اللي بيترك كل شيء ويقوم ويتبعه ربنا يدينا نعمة الترك أني أترك في حياتي كل شيء فاصلني عن محبة المسيح كل شيء حاجز بيني وبيني يا سوع المسيح إن كان شغل إن كان علاقة إن كان مال إن كان تكنولوجيا أي أن كان أنا لا تحكم في كل الأمور دي لكن اوعوا تتخلوا الأمور دي تتحكم فيكم أنا اللي بيدي النهاردة هاخد أجازة عشان نزل لحظة لأوداس حقفل الشات دلوقتي مش وقته لأن عندي أوداس لما أرجع من الأوداس أبقى أكمل الشات مش مشكلة في فرق بين إن أنا اللي أتحكم وبين إن الحاجات هي اللي تتحكم فيه ما حدش قال إن الشغل عيب وما يصحش ما حدش قال إن لما عايز أزود داخلي دي حاجة خطيئة وما يصحش ما حدش قال إن لما أعمل شات مع أصحابي ده غلط ما حدش قال الكلام ده خالص خالص الفكرة في الوقت التوقيت أنت بتعمل ده إنت في وقت الأوداس هنا الغلط هنا الغلط مواصل الكلام أخدنا في الشات وما الموضوع تفتح ومش ينفع أقفله لا حبيبي يقفله يقفله وروح صلي وورجع أكمله ده أبسط الأمور إن أنا المتحكم ويسوع المسيح هو ليقود سفينة حياتي هو ليوجهني ربنا كده يمنحنا قوة الروح القدس اللي بيها نقدر نترك فعلا كل الأمور اللي في حياتنا ونقوم ونتبعه مع متة ومع زكة ونحاول نعوض إن كان في حياتي فيه أخطاء فيها فوات أحاول أفكر أفحص ضميري أشوف إزاي ممكن أعوض كل أخطائي أشوف مع أبونا أشوف بني وبني يسوع أتكلم معاه المهم أني ألبي دايما نداء دعوته لي اتبعني لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين بالحقيقة نؤمن بلاي واحد الله الآياب القدير خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع النسيح ابن الله الوحيد المولود من الآياب قبل كل الدهور نور من نور الاحق من الاحق مولود غير مخلوق هو الآياب جوهر واحد به كان كل شيء من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وبالروح القدس تجسد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنها العذر للحطس البنتي تهلمها وماتها وكبرها وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين الآياب وأيضا يأتي في مجده لها دين الأحياء والأموات ولا انقضاء لملكه نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآياب والأيب نسجد له ونمجله مع الآياب والأيب أن نعطق بالأنبياء نؤمن بالكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معموذية واحدة لمغفرة الخطأ وننتظر قيمة الأموات وحياته داري لآتي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� يا الله العظيم الأبدي من خلقت الإنسان برا في غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بظهور مخلصنا يسوع المسيح ابنك الحبيب وملاط الأرض من السلام السماء به يمجدك الملائكة قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المعصى أرى صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ورحمة يا الله املى قلوبنا من سلام آمك طهرنا من كل غش ومن كل شر يود إلى الموت واجعلنا قادرين أن ننزعنا كل خصام وأن نقبل بعضنا بعضا قبلة مقدسة لكي نصطحق مواهبك المحي السمائية بالمسيح يسوع ربينا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ورحمة بشفاعة والدة الإله الحديثة ماريا يا رب نعم لنا بمغفرة خطايا يا رب نعم لنا بمغفرة خطايا نعم لكي نعم لكي نعم لها المسيح مع أبيك الصالح وروح الخدس لأنك تيت وخلصت أنا رحمة السلام ذبيحة التأهف أسبيح رب مع جميعكم ومع روحك أيضا إرفعوا قلوبكم إياه إيه إيه راب فلنشكره راب حق وواقب إنه حق وواقب أن نشكرك أيها الله لزالي الكائن قبل الدور المالك إلى الأباد الناظر إلى المتواضعين خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى أنت الذي تزجد لك الملائكة وروساء الملائكة ويسبحونك قائلين قدس 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 رابو الصباح قدس 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 اشتركوا في القناة 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 امين اشتركوا في القناة 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 ليحولها ويجعلها أسرارا مقدسا لقدسك فيصير هذا الخوص جسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح غفرانا للخطايا وحياتنا بديا لمن يتناوله آمين واز الكاز دم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح دم العهد القديد غفرانا للخطايا وحياتنا بديا لمن يتناوله آمين يا رب الرحام يا رب الرحام يا رب الرحام نسألك يا محب البشر يمنح السلام لكنيستك الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب الرحام أذكر يا رب عظيم الأحبار البابا فرنسيس وبطر يركن المكرم الأنبى إبراهيم شريكهما في الخدمة الرسولية الأنبى بخوم وسائر الأساقف ليرع شعبك بسلامه يا رب الرحام أذكر يا رب القمامس والكهن والشمامس ليعلموا كلمة الحق باستقامته يا رب الرحام أذكر يا رب الربان والراهبات والذين يكرسون حياتهم لخدمتك ثبتهم في النسك والقداسة يا رب الرحام أذكر يا رب مدينتنا هذه وبلادنا المصرية المباركة وكل بلاد العالم أحفظها في سلام وأمان وارفع الوباء عن العالم يا رب الرحام أذكر يا رب القائمين بشؤون وطننا رئيس الجمهورية والوزراء والقيادات والجنود وكل من يحمل أمانة المسئولية وخاصة الأطباء والعاملين في التمريد وفقهم في كل عمل صالح يا رب الرحام بارك يا رب مياني الوزراء وثمار الأرض من أجل فقراء شعبك ومن أجل الأرامل والأيتام والغرباء والضيوف العاملين في كل مكان ومن أجل كل الذين يرجونك ويدعون اسمك القدوس لأنه إن الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في أوانيه ترأف بنا حسب صلاحك يا من يعطي طعاما لكل جسد املى قلوبنا فرحا وسلاما لتكون لنا الكفاية في كل شيء فننمو في كل عمل صالح يا رب الرحام أسكر يا رب المرضى في كل مكان وخاصة المصابين بهذا الوباء أسكر يا رب المسافرين واللاجئين المتضايقين والمتألمين أسكر يا رب المنازعين فلتنقلهم ملائكتك إلى النور أسكر يا رب والدينا وإخوتنا وأقرباءنا أسكر يا رب المشتركين معنا في الصلاة والذين أعصون أن نصلي من أجلهم وكل من ليس له أحد أن يسكره أسكر يا رب شخصي الضعيف واخفر لي خطيايا الكثيرة اقبل يا رب هذه الذبيحة وافقر الذين قدموها والذين نقدمها من أجلهم أعطيم على قراء السماء صلى الله من أجل هذه الذبيحة المقدسة الكريمة والذين قدموها أسكر يا رب جميع القدسين الذين أردوك منذ البدء أبعنا الأبرار وسيلبا والأنبياء والرسول المبشرين والإنجيلين الشهداء والمعترفين وكل أرواح الصدقين الذين ثبتوا في الإيمان وبالأكثر المملوعة مكدا دائمة البتولية القديس الطاهرام آريا التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة وخطيب والقديس يوسف الجزيل العفا والقديس يحنى المعمد والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء القديس ماركوس الإنجيل والشهيد وأبانا القدسين سنسوس الرسول وكيرلوس الكبير وباسريوس وغريوس وأبانا الرهبان العظيم الأنبى أنتونيوس والباري الأنبى بولا وأنبى بخو مبشرك الرهبانية وجميع القدسين بصلواتهم وطلباتهم رحمنا كلنا معا وخلصنا من أجل ابنك الحبيب يسوع المسيح الذي نحمل اسمه القدو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يَا رَبُّ اِرْحَامِ يَا رَبُّ اِرْحَامِ يَا رَبُّ بَارِكْنَا يَا رَبُّ نَيْحُمْ اَمِيهِ يَا رَبُّ اِرْحَامِ وَنَحْنُ الْغُرَبَاءِ فِي هَذَا الْعَالَامِ أَحْفَظَنَا فِي الْإِيمَانِ بِكَ وَأَنْعِمَ عَلَيْنَا بِسَلَامِكَ وَهْدِنَا إِلَى مَلَكُوتِكَ لِكَي يَتَمَجَّدُ وَيَتَبَارَكِ اسْمُكَ الْعَظِيمِ الْقُدُوسِ أيها الأب والابن والروح القدو كَامَكَاتْ وَهَكَذَا يَكْوُوتِ مِنْ جِيلَ وَاِيلَ وَاِيلَ دَارِدِهُ وَاَرْآمِ فلنشكر الله القدير أبا ربنا وإلينا ومخلصنا يسوء المسيح لأنه قعلنا أهلا أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس ونسأله أن يجعلنا مستحقين أن نشترك في تناول أسرار الإلهية الموحية آمين سر القساد المقدس والدم الكريم ليسوء المسيح الرب وإلهي ناااااااااا ناس قدولك سديك مقدس آمين 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 يا الله يا من أنعم علينا نحن البشر بزبيحة روحية سمائية ذبيحة القساد المقدس والدم الكريم ليسوء المسيح الذي صار لنا آمين خلاصا وغفرانا للخطايا اجعلنا مستحقين أن ندعوك قائلين جاء بن يوم يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملاكوتك لتكن ما شاءتك كما في السماء كذلك على الأرض وبزناك فنعطينا اليوم واخفل لنا ذنوبنا كما نختر نحن أيضا المزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأنه لك الملك والقوة والمجل إلى الأبد آمين نسألك أيها القدوس الصالح لا تدخلنا في تجربة ولا تسمح أن يتسلط علينا أي شر بأن نجينا من كل فكر وقول وفعل لا يردي صلاحك أبعد عنا أسباب الخطيئة واكتب اسمنا يا رب مع جميع القدسين في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا رؤوسكم لئي رب أمامك يا رب سجدنا وخاف آه 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 شعين هذه الأسرار المقدسة للقدسين مبارك دا أمين دم كريم وجسد مقدس حقيقي ًا ليسوع المسيح ابني إلهنا أمِن جسد ودمع منويل إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين أمين نؤمن 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 ونعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وعيدة الله القديسة الطاهرة مريم واجعله واحدا مع لوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير وأسلمه بإرادة عنا كلنا على خشبة صليب المقدسة نوم حقا أن لوتي لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا غنبة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياتنا بذية لمن يتناوله حقا نؤمن آمين 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 حقا نؤمن آمين صلوا من أجل تناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة يا رب ورحم جعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا أن نتناول من جسدك المقدس ودمك الكريم أهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا وغفرانا لخطيانا وأثامنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا معك المجدولك مع أبيك الصالح والروح القدس إلى الأبد آمين بارك اشتركوا في القناة سبحوا في قلد قواته سبحوا على مقدراته سبحوا ككثرة عظمته سبحوا بالمزمار والقصار سبحوا بالدفوف والصفوف سبحوا بالعوتار والأرغون سبحوا بسنجح سنت الصوت سبحوا بسنجح تليل قلون اسم تليل قلون اسم موسيقى 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 طوب خريستوس بن نوتي يا رب خل الشعبك بارك مراسة كرام وحفظهم في الإيمان القويم كللهم بالمجد والكرامة كل يام حياتهم احفظهم في المحبة التي تفهوا كل شيء والسلام الذي يعالوا كل فهم بشفاءة سيداتنا ولدت الإله القديس الطاهرة مريم والقديس ماركوس الإنجلي قاروز الديار المصرية القديس الذي نحتفل به في أزليه ومبركة جميع القديسين أمين أيها المسيح لنا يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطيانا لك القوة والمجد والتسبيح للأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين ندعوك قائلي يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشياتك كما في السماء كذلك على الغر قمزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زي موبنا كما نغفر نحن أيضا من المثبيلين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشغير بالماسيحة سوى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين فليبارككم السلوس القدوس الله الآب والابن والروح القدس امدوا بسلام سلاما رب مع جماعكم هذه الصلاة نقلت على أثير راديو مريم تابعوا راديو مريم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي www.radiomaryam.org اشتركوا في القناة